اهلا بكم مجددا وصف المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسف وصف الطفلة ريهام التي ضحت بحياتها قبل ايام من اجل انقاذ اختها من تحت الانقاذ والتي استشهدت ايضا وصفها بالبطلة الصغيرة مطالبا باسمها وباسم ملايين الاطفال باقاف الهجمات وحماية الاطفال في سوريا المزيد في التقرير ونعود لنقاش بهتين اليدين الصغيرتين حاولت ريهام انقاذ شقيقتها روان وتقى من تحت الانقاذ بعد ان قصف بيتهم بصاروخ لطيران ميليشيا اسد وتحول الى ركام وروت هذه الصورة للفادحة الاثر كيف كانت ريهام تحاول ان تمنع اختها من السقوط نجحت ريهام في تحقيق امنية قلبها الصغير لانها ضحت باغلى ما تملك من اجلهم وهي حياتها ريهام التي ابكت كل من كان يراقب ما تقم به من تضحية في سبيل اخواتها لم تترك لابيها في بادئ الامر سوى القهر وقلة الحيلة امام مشهد بناته التراجيدي قبل ان يسعى بكل ما يملك لانقاذهم انها قصة بطلة صغيرة تلخص مشهدا جزئيا من صورة ما تزال تنزف دمعا ودما من محرقة ميليشيا اسد الطائفية والاحتلال الروسي بحق السوريين منذ اكثر من ثمان سنوات المدير الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة اليونسيف خيرت كابلاري قال في بيان له ان ريهام طفلة بطلة كانت في الخامسة من العمر لاقت حتفها بعد ان قامت بانقاذ حياة اختها الرضيعة وهي واحدة من عشرات الاف الاطفال الذين قتلوا او اصبوا بايعاقات مدى الحياة خلال ما يقارب التسع سنوات مطالبا في ختام بيانه باسم ريهام وملايين الاطفال في سوريا اوقفوا الهجمات واحموا الاطفال وتجنبوا المزيد من سفك الدماء في سوريا البيان الذي لم يشر الى نظام الاسد والاحتلال الروسي الذين يقومون بهذه الهجمات طرح سؤالا جوهريا من قبل كثيرين كم من ريهام يحتاج المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لوقف هذه المجازر بحق اطفال سوريا وهل ستحرك قصة الطفل السوري البطلة ضمير العالم والانسانية امام اجرام بشار الاسد وحلفائه ام سيبقون شركاء في جريمة قتل اطفال سوريا كما يرويها هذا رجل المسن الوقف عاجزا امام هول مصاب السوريين يا الجامعة العربية يا امم التحدة انت الشركاء بطرق بقتل اطفال سوريا حول هذا الموضوع تنضم الينا مسؤولة الاعلام في اليونسف المكتب الاقليمي في عمان الاستاذة لينا يوسف الكرد عبر الهاتف كما ينضم الينا المصور الصحفي لسواي 24 بشار الشيخ معنا من اريحة في ادلب كما تنضم الينا ايضا ياسمين اضبعان مديرة مركز حماية الطفولة من مرعش في تركيا عبر سكايت مساء الخير واهلا بكم جميعا تعوني ابدأ مع الاستاذة لينا اليوم يعني ما هو موقف اليونسف من هذه الجرائم التي ترتكب بحق الاطفال في سوريا وطبعا يعني رهام وروان الشهيدتين ليس اول اطفال او ليستا اول اطفال الذين يستشهدوا بهذه الطريقة المروعة نعم شكرا لكم ما يجري الان في سوريا هي حرب حرب على الاطفال يقتل الكبار فيها الصغار في حرب دون هوادة الحرب مستمرة على مدى سنوات الان قتل مئات الاطفال في شمال غرب سوريا في حرب لا ضنب لهم فيها هناك اكثر من مليون شخص هم من النازحين في شمال غرب سوريا وبخاصة في ادلب قتل العديد من الاطفال منذ بداية الحرب على سوريا بسبب هذه الحرب التي نستمر في المطالبة بوقفها لكي تستمر اليونسف وغيرها من الشركاء للوصول الى الاطفال وعائلاتهم في كل مكان نعم أستاذ لنا يعني جرائم بحق الاطفال كما ذكرت حضرتك هي مستمرة منذ بداية الثورة السورية إلى هذه الساعة يعني هناك من يرى أنه استهداف مباشر للاطفال باستهداف المدارس والمراكز الطبية وما إلى ذلك ما الذي قدمته اليونسف وما الذي عجزت عن تقديمه صحيح هذه الجرائم ليس فقط على الأطفال بقتلهم ولكن أيضا على الخدمات الأساسية والمهمة باستمرار حياة الأطفال مثل المشافي والمدارس اليونسف من خلال شركائها قدمت واجبها في خدمة الأطفال وعائلاتهم وإذا ركزنا أكثر على شمال غرب سوريا فقامت اليونسف على سبيل المثال بتقديم العيادات المتنقلة لخدمة الأطفال وعائلاتهم فوصلنا إلى أكثر من مليون شخص وخاصة الأطفال من خلال تلقيحات الشل الأطفال والحسبة قدمنا تنقية المياه في هذه المناطق لأكثر من ربع مليون شخص وكذلك تقديم الرزم الخاصة بالأطفال والخاصة بالصحة النسائية كذلك قامت اليونسف بتأسيس أثر من 30 مركز أو مساحة صديقة للطفل كما تعلمون أن هذه الحرب تسبب المشاكل النفسية العديدة للأطفال فمن خلال هذه المساحات استطاعت اليونسف بشمل بعض الأطفال مع عائلاتهم الأطفال الذين تم إتصالهم عن عائلاتهم بسبب النزاع بالإضافة لتقديم التوعية من مخاطر الألغام والتوعية للأهالي وتقديم خدمات النفس الاجتماعي شكرا جزيلا لك الأستاذ لينا يوسف الكرد مسؤولة الإعلام في اليونسف من المكتب الأقليمي في عمان كنت معنا عبر الهاتف أعود لضيفي الأستاذ بشار الشيخ المصور الصحفي وياسمين أضبعان مديرة مركز حماية الطفولة في تركيا بشار بداية يعني حضرتك كنت من أول الواصلين إلى موقع القصف الذي استهدف المبنى الذي تقطم فيه رهام وأخواته ستة ووالدته يلي كمان استشهدت حدثنا أكثر عن الظرف عن هداك الوقت وشو صار مساء الخير لكم والمشاهدين وضيوف الكرام بداية الرحمة للشهداء والشفاء العجل للجرحى والحرمين المعتقلين والصبر والإلهام للمدنيين القابعين تحت وطأة القصف الروسي والأسدي وسط صمت دول أنستي إنما يحصل في إدلب على وجه الخصوص هو إجرام بحق المدنيين إبادة لا تفرق بين أمرأة وطفل لا تفرق بين مسجد وسوق شعبي لا تفرق بين مدرسة لا تفرق بين حي سكنة صحيح طيب بشار حضرتك المبنى يلي تم استهدافه في أريحى وكانت تقطم في ريهام وروان وأخواتهم كمان ووالدتهم كنت حضرتك أول الواصلين لإله حدثنا أكثر عن هذه الحادثة تحديدا نعم أنستي في 24 تموز من العام الحالي تعرضت مدينة أريحى لغارتين من الطيران الحربي السوري فالغارة الأولى نتج عنها استشهاد أمرأة وطفلها وبالإضافة إلى جرحة أما في الغارة الثانية فقد كانت في فارق زمني بسيط ففور استهداف المكان توجهت مباشرا إلى مكان الاستهداف فوسقت بطبيعة باقي الزملاء الإعلاميين أي انتهاك بحق المدنيين من قبل الإجرام الروسي والأسدي فبلحظة توسيقي لهذا الاستهداف لفت نظري الطفلتين العلاقتين بين الأنقاض والشخص القريب منهم لا يبعد عنهم سوى متر واحد ولا يمكنه تقديم أي مساعدة لأن أي حركة بسيطة كانت كافلة بحياته وحياة الطفلتين ففور توسيقي لآخر صورة للطفلتين أحسست بخطورة موقف الطفلتين فبواجبي ليس كمهنة فبإنسانيتي طبعا أطفقت الكاميرا وتقدمت قليلا كي لا ألفت نظر الطفلتين لأن أي حركة للطفلتين في تحريك رأس أو يد كانت كافلة بسقطهم ولكن القدر كان أسرع مني ومن الشخص الموجود في الصورة فسقط الطفلتين وقمت بإسعافهم طيب بشار يعني اليوم مثل ما منعرف أنه استشهدوا ريهام وروان ووالدتون ما هو مصير الوالد والأخوات الأربعة يعني المتبقيات بعد هذه الحادثة وخصوصا يعني أنه تم استهداف المبنى الذي تقطم فيه هذه العائلة نعم استشهدت ريهام بعد ساعات من إسعافها أما روان في فارق يوم واحد طبعا الأم استشهدت في نفس الاستهداف أما الإصابات داليا آمني باقي براءة باقي الأطفال أما طقاء الطفلة زادت سبعة شهور فهي الآن بصحة جيدة والحمد لله طيب أستاذة ياسمين بداية المسأل خير يعني كنا عم نتحدث مع الأستاذة لينا وعم نتحدث مع بشار عن الاستهداف الممنهج للأطفال أستاذة لينا يعني حكت عن دور اليونسيف مشكورين ولكن هذا الدور لم يتمكن من إيقاف القصف الذي يستهدف المدنيين والأطفال في سوريا ما الذي تستطيع تقديم منظمات صغيرة مثل مثلا مركز حماية الطفولة لحماية الأطفال نحن الشيء اللي نحسن قبل هي المجهود الشخصي اللي هو نحن المركز اللي بيشتغل فيه هو مركز فاصل الأطفال بحماية الأطفال معربين للقطر الأطفال اللي أطفال العمالي أطفال الأول أطفال اللي عم بيتم استغلالهم طبعا هو تقريب نفس الشيء اللي عم بيستطيع في سوريا بس بطريقة ثانية يعني صحيح هنا في تركيا بس الفقر اللي حالة الاجتماعية سيئة الأطفال اللي هنون عندهم إعاقات نحاول نحن نكون جسر لقلن نجسر بينهم وبين المنظمات طبعا بالنسبة للمنظمات الموجودة بتوقع فقط من النساء اللي عم تقدم شيء ممتوض بالنسبة لجمعات بس بين النسبة للمنظمات أو المنظمات الكبيرة أبدا وضعهم يعني فيه كثير كثير أطفال هلأ موجودين للإشارات معرضين للخطر معرضين اللي يضربون سيارهم ومتعرضين لهم تجارة الأطفال العضائي يعني يتعدوا عليهم في يعني كثير قسم كبير كبير من الأطفال وما في بصراحة أي جهة هون ممكن تساعدهم يعني ياسمين طبعا يشتر الذكر أنه هؤلاء الأطفال وصلوا من سوريا يعني هم متواجدين في تركيا ولكن وصلوا من سوريا وخلال رحلة النزوح مع أهليهم والبعض كما نعلم جميعا يعني وصلوا حتى بدون أهليهم تفضل لا تتخيل لا تتخيل أنه بس طفل ماسك على بيت محارم وفي الشارع فيه بكل لحظة ممكن يتعرض هذا الطفل حتى يعني ممكن يموت بأي لحظة سيارة تجار أعضاء فيه عندنا موضوع تجنيد الأطفال عم بيوصل لعنا له طيب ياسمين يعني اليوم اليونسف من الممكن أنه هي ما تقدر تقدم كثير للأطفال المتواجدين داخل سوريا ولكن هل هي قادرة على تقديم مساعدة ما للأطفال المتواجدين في الخارج مثل تركيا مثلا طبعا طبعا يعني يتحسن نتقدم هذه الظاهرة كثير من تشعر بالنسبة لأن بالنسبة لأطفال المعارضين والقطر الموجودين في تركيا هلا كسوريا أنا بما أني في تركيا ما بحسن أنا إجزة مع الأطفال بوضع الحماية للأطفال بوقف القصص هذا شيء ننتهي منه يعني حتى لو ساعد هذه رح تساعد بضمار بس أما الحل بسوريا أنه يوقف القصص تماما بس أما في تركيا الوضع بيختلف تماما الوضع أنه في قسم كثير كبير للأطفال أنه ما عم بيصال لهم تعليم أنه من أميين تماما وما في اهتمام صراحة حتى من الدولة بهذه القصص نعم شكرا جزيلا لك ياسمين الضبعان مديرة مركز حماية الطفولة من مرعش في تركيا شكر أيضا للمصورة الصحفية بشار الشيخ كان معنا من أريحة في أدنب شكرا لكم مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم هنا سوريا أعود وألقاكم غدا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر